اقول لي يا كابتن سونس محضر لنا ايه النهار ده والله محضر لكم موضوع يمكن احنا اتكلمنا فيه في وسط مواضيع كتير قوي ان اتراحوا تلاقيه دخل كده في النص وتكلمنا فيه شوية ويبقى مرتبط بحاجات كده بمواضيع كتير قوي يمكن اتكلمنا كتير قوي عن الصداقة بين الاتنين اللي متجوزين اللي بيحبوا بعض اللي هيتجوزوا يعني الصداقة اهميتها وقال هي عنصر اساسي في ان الزواج ده يكون زواج ناجح ولا لا يمكن اتكلمنا فيها يعني اتكلمنا فيها بس مركزناش فوست مواضيع بس مش موضوع لوحده فانا مبسوط ان احنا خطلعناها برا المواضيع بتاعتنا وبقت هي المين دلوقتي نتكلم فيها اوكي بص عايز اسمع رؤيكم اهمية الصداقة في الجواز انت استخدمت كلمة انا يعني مش عايزة استخدمها انت بتقول اهمية الصداقة في العلاقات العاطفية او في اتنين على وش الجوازة اتنين مخطوبين او اتنين متجوزين انت بتقول الصداقة هو عنصر اساسي لنجاح هذه العلاقة الحقيقة انه لا هو مش عنصر اساسي هو عنصر يفضل عنصر يوصى به يعني يا السلام لو هم اصحابه يا حلوتهم لو هم اصحابه ده يمكن يخلي علاقة امتن في مواجهة السخافات والتعود والروتين اه والضغوطات لكن ما هواش العنصر الاساسي يعني لو هم مش اصدقاء اه وارد جدا نجاحهم بنسب كبيرة ازاي يا شيري؟ طبعا صعب وده يخلينا اني اعترد قبل ما نعترد عشان بسا ايه انتاش بنصدر للناس قفلة الاعتراض وخلاص لكن الحقيقة انه قبل ما نعترد خلونا ناسس للحوار او خلونا نسأل بعض الاسئلة اللي تخلينا نجمع شوية معلومات فنبني عليها الاعتراض او الموافقة هو يعني ايه اصدقاء يعني ايه صحاب بديني تعريف كده للصحبية الصديق ده اللي لما بتكوني متضايقة من حاجة بتبقي عايزة اول واحد تشتكيله الشخص اللي انت عارفة انك لما هتقوليله مش هيحكم عليك ولا هيعملك اي جوجمنت الشخص اللي انت حاسة انه اكتر واحد هيتفهم the good listener او المجتمع الجيد الصديق ده اللي هو وقت الشدة دايما بتلاقيه ازاي يعني الصديق اللي هو حناين عليك امين على اسرارك بتحبي نصحته لانه بتحسي انه نصحته جاي من قلبه وحكيم ازاي الزوج او الزوجة ميبقاش فيهم متوفر حناين عليكي وعنده compassion تعاطف من ناحيتك ازاي الزوجة ميبقاش فيهم كل اللي انت عديده هو دور الزوجة في حياة زوجها ودور الزوج في حاجة